بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله النهاردة بنستكمل شرح تشابتر 1 وبنتكلم على جزء مهم جدا اللي هو ايه البرجرامينج فورمات عشان نشوف how to make a block of information من في ال CNC ماشين فبنعرف الاول ان هو بيقول لي award address the most common programming format used for CNC programming system هنعرف اللي هو الword address اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا نحن بيبقى فيه الالفا نومريك بقول لي this format contains a large number of different codes معظم الكودز دين بنجمعها في حاكتين مهمين جدا هما الpreparatory and المسيليانس كودز اللي هما بنسميهم الجي كودز اذا بنسميه الجي وده بنسمي اللي هو المسيليانس اللي بنسميه الام كودز فبيقول لي الجي كودز والام كودز دون البربرجر عند المسيليانس كودز يبقى ليه الكودز ذات ترانسفير ذات ترانسفير بروغرام انفرميشن فوم دي بارت برينت البارت برينت اللي هو من الرسم اللي قدامي تو ماشين سيرفو ريليز مايكرو سويتش اتسي ترا توم منفاكشرنج ذي بارت العملية البساطة انا عندي ببدأ من الرسم زي ما اتفقنا الجيومتر زي اللي قدامي بحولها الى مجموعة من الكودز اللي هي زي ما قلنا ايه الجي كودز وي الام كودز فيه طبعا أكواد أخرى المشين بتترجم للمشين بحيث أن تستطيع أن تعمل منفاكشن للبارد بصدد انتل بيولي هذه كودز التي تترجم الإيئي الإلكترونيك إيئي 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 يعني الإيئي الإيئي بتاعتنا عشان نقدر نعرفها للكنترول عشان يبدأ ينفذها لابد أنها تكون في صورة بلوكس خلاص وعلي بيولي اتش بلوك should contain enough information to perform one machine operation خد بالك هنا في حاجتين مع بعض لو بيقل إيئي لابد أنه يكون في enough information to perform إيئي بقى one machine operation قولي يبقى أول حاجة لازم يكون عندي enough information عشان أقدر هننفذ الصدر والبلوك والبلوك تيكون ما يعملش غير one machine operation بعد كده بيقول لي الورد عرصة في دولمات ما زلنا بنتكلم فيها بقول لي every program of any part to be machined must be put in format that machine control unit can understand إيئي هي machine control unit اللي المشين تقدر تفهمها اللي المشين تقدر تترجمها اللي هم g-codes والm-codes اللي احنا اتكلمنا عليه والg-codes والm-codes لازم يتحطوا في الفورمات اللي هي block of information ده اللي يقدر الكنترول اللي يترجم المشين the format used in any c-nc machine is built in by the machine tool builder and is based on the type of control unit in the machine عايزين برضو نلاحظ الحتة دي ان في بعض الاكواد من المشين اللي اخر عندنا اشتغل على fanuk machine غيرا ما اشتغل على a-b-b machine هلاقي ان في اكواد شوية بتختلف for example يقول لي g-20 و g-21 g-70 g-71 دي الانش والمترك وهنا g-70 و g-71 الانش والمترك and so on but a variable block format which uses words like letters اللي زي ما قلنا g-codes or m-codes is most commonly used هيا دين اللي بتشتغل اللي احنا بنشتغل به each instruction word consists of an address character such as x y z g m or s numerical data follows this address character to identify a specific function as the distance feed rate or speed value يبقى دي اللي ملخص الparagraph ده ان هو عايز يقولك ان احنا بنشتغل بالالفا numeric code ان انا ببدأ بمثلا لو قلت g g90 زي ما اتكلمنا قبل كده يبقى معناه ان انا نشتغل في absolute coordinate system لما اكتب x واكتب جنبها 5 يعني انا بقوله x هنا بالplus x5 يعني اذا اتحرك في x 5 ملي ميتر وهكذا خلاص في اتجاه x 5 ملي ميتر دي بكده ان شاء الله نكمل بإذن الله في المقاطع القادمة